اولادي وبناتي. طالبوا الطالبات اهلا بكم حبيبي. تعالوا مع بعض النهاردة هناخد لسون تو. يعني ايه هي اخطار الكهربا? وازاي نقدر ان احنا نتعامل معيها? طيب قبل ما نقول اخطار الكهربا. هي الكهربا خطر وبس? لا. كهربا دي شيء مهم جدا جدا. شيء مهم جدا في حياتنا. طب ايه هي? مش برضو الكهربا دي. هي اللي بتشغلي بتجازي الكهربا او الفرن الكهربا او يعني بتساعدني في هي كمان اللي بتشغلي او التلاجة. فبتخليني اعمل احافظ عليه بارد او سائع. هي اللي بتشغلي بتاعتي. يبقى بتعملي كمان هي اللي بتشغلي اللي محتاجة زي ايه? زي اجهزة كتير جدا الكمبيوتر. اجهزة كتير جدا في البيت. محتاجة للالكتريسيتي. يبقى الالكتريسيتي دي شيء مهم جدا جدا. مهم جدا في حياتنا اليومية. طيب. تعالوا نشوف المواد اللي حوالينا. نقدر نقسمها يعني على حسب توصيلها القهربي. يبقى يعني بتوصل? ولا ما بتوصلش? يبقى قسمها لتو تايبس. يعني بتوصل يعني والنوع التاني يعني عازلة يعني ما بتوصلش. يبقى هي دي اللي بتسمح ان الكهربا تمر منها. لكن لأ دي عازلة يبقى معنى كده لو انا وصلت اي حاجة تكون اي تكون جوه وتتخليها ولا فكروا كده دي واللي بت دايما هتخلي الكهربا تعديه يعني الكهربا ماشي جوه يعني لو في لنبه هتنور يبقى دي لكن لو انا جيت وصلت قطعة خشب مسلا جوه اه يبقى انا كده هو تحطيت حاجة ما بتوصلش الكهربا. يبقى كاني قطعت السلكتين بتوع بتاعتي يعني الكهربا مش هتعدي. يبقى خليت السيركوت بتاعتي اوبن فاللمبة تطفي. طيب تعالوا نشوف بقى على المواد اللي هي هتكون يعني هتخلي السيركوت بتاعتي ايه المواد اللي بتخلي السيركوت اوبن? ازاي? الووتر. واللي هي جسم الانسان وهقول لكم ليه جسم الانسان? كل المعادن زي الايرن زي الجولد زي الكابر زي الالومينم. كل دي هي مواد بتوصل الكهربا. اما المين هي? زي البلاستيك زي زي الوود والجلاس. معنى كده اني لو انا حبيت اعمل وجبت اي اه مسلا جيت قطعت السلكتين بتوعها بتوع الالكتريك ساركوت وحطيت في النص ما بين او ما بين السلكتين دول مسلا متالك كوين يعني عملة معدنية ايه اللي يحصل? يا ترى اللمبة دي هتنور ولا لأ هتقولوا لي دي متالك كوين يعني حاجة متل يعني بتوصل يعني هتخلي السيركوت بتاعتيه يبقى اللمبة يحصل لها ايه? لكن لو انا جيت حطيت البنسل البنسل من الوود من الخشب هيجي الكهربا تخرج من الباتوري تمشي في الواير هتلاقي نفسها قدامها وود والوود ده ما بيوصلش يبقى مش تقرف تكمل وتعدي الناحية التانية يعني السيركوت بتاعتي بقى يت اوبن يبقى اللمبة بتاعتي هيحصل لها ايه? مش هتنور طب ايه بقى الاستخدامات او ايه هي بتاعة الالكتريك كوندكتورز والالكتريك انسيوليتورز لو بصيت على اسلاك الكهربا اللي موجودة في بيتنا او اللي موجودة في اي جهاز كهربا هلاقي جوه في مادة لونها اصفر كده دي اللي هي النحاس ومضغطية من برا بحاجة او بطبق امان البلاستيك او الرابر اللي هو المطاط طب ليش معنا جوه في كابر وبره في البلاستيك او او الرابر الكابر او النحاس ده جود كوندكتور يبقى بالتالي انا محتاجة ان السلك نفسه الواير نفسه ده هيوصل كهربا طبعا يبقى لازم يكون من حاجة تكون لكن انا لما جامسك السلكة لو معلهاش كافر من برا انا هتكهرب يبقى لازم اعزلها بحاجة لازم حاجة تحميني من برا يبقى لازم اغطيها بحاجة تكون زي البلاستيك والايه والرابر يبقى الالكتريك كوندكتور زي الكابر يوز اللي هي الكابلات او الاسلاك بتاعت الكهربا لكن بتاع الالكتريك وايرز او كمان المقابض بتاعت الادوات الكهربائية لازم تكون كلها من مادة عزلة عشان تحميني من ان يحصل لي اي شوك اي صدمة كهربية يعني عشان ما تقهربش يبقى زي البلاستيك او الرابر تمام يا ولاد طبعا ييجي السؤال لو قال لي انا وصلت مصمار حديد في الالكتريك سركويت ليه حصل باص للالكتريك كوندكتور طب ولو قال لي انا خطيت وود المرة دي هقول له ليه بقى ما حصلش باص ليه الالكتريك كوندكتور او بقول له انه كده احنا عرفنا ايه بتاعت الالكتريك وعرفتي كمان ايه الفرق ما بين الالكتريك كوندكتورز والالكتريك انسيوليتورز وعرفنا على كل واحدة نيجي بقى نشوف لو انا متعملتش صح مع الالكتريك كده ما بقتش سيف خالص لو بنتعامل بقت سيف لكن لو اتعملنا ساعتها هيحصل اخطار الكهربا طب ايه الاخطار اللي نتج عن الكهربا هقسم دي لحكتين الاخطار يعني معنى كده هيحصل ليه اصابة الاصابة دي حاجة من اتنين يعني اصابات مباشرة او حاجة اسمها اصابات غير مباشرة طيب الاصابات مباشرة يعني ايه يعني الالكتريسيتي كانت دايركت ريزن كانت سبب مباشر في الاصابات دي هيت يعني ايه يعني ثلاث حاجات نحرق نعرفهم كويس جدا فايرز ريزالتينج فرم الكتريسيتي الالكتريك شوك صدمة كهربية بيرنس ريزالتينج فرم الالكتريك كارنت اول واحدة دي اللي بنختصرها بكلمة ايلكتريك فيرز او حرائك الكهرباء دي حرائك يعني نار وهنشرح كل واحدة بالتفصيل يعني صدمة كهربية يعني انا اتكهربت خروق كهربية يعني انا تلاسعت في ايه دي انا اللي اتحرقت مش نار خلي بالكم يعني نار يعني تلاسعت خلاص يا ولاد وهناخد كل واحدة من دول بالتفصيل طب امال ايه هي الانديرك انجرس لو انا دلوقتي واقف على السلم بعمل شغل في الكهرباء فجأة انا تكهربت وحصل لي حصل لي صدمة كهربية يعني تكهربت فالسلم اتهز بيا فوقعت من فوق السلم حصلت لي اي اصابة وليا كل قدر الله رجلة قصرت هل الكهرباء قصرت لرجلي؟ لا بس الكهرباء لما قهربتني خلتني وقعت من فوق السلم ووقعت السلم هي اللي هي اللي قصرت رجلي فهنا بقول ان الكهرباء كانت يعني كانت سبب غير مباشر يبقى الاصابة اصابة غير مباشرة يبقى هي يعني انا وقعت من على السلم وقعت من على السلم ليه؟ كان بسبب صدمة كهربية تمام يا ولاد؟ لحد هنا هنخلص الجزء الاولاني بتاعنا ان شاء الله تابعوني الفيديو اللي جاي عشان نعرف كل واحدة منهم بالتفصيل مع السلامة حبيبي اشتركوا في القناة